اشتركوا في القناة اسلوب اللغوي تذكير وتأنيث الأعداد المفردة نشاهد أهداف درسنا لهذا اليوم أولا استذكار قاعدة تذكير وتأنيث الأعداد المفردة وصياغة جمل تحتوي على الأعداد المفردة مع مراعاة قاعدة التذكير والتأنيث واكتساب اتجاهات وقيم تتعلق بمحور الوحدة في البداية يا ابنائي نستذكر قاعدة التذكير والتأنيث نشاهد هنا استذكر قاعدة تذكير وتأنيث الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة نشاهد هنا العددان واحد واثنان يطابقان المعدود تأنيثا وتذكيرا العددان واحد واثنان يطابقان المعدود تأنيثا وتذكيرا فإذا كان المعدود مذكر يكون العدد أيضا مذكر وإذا كان المعدود مؤنث يكون المعدود أيضا مؤنث أما في قاعدة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة فهي تخالف المعدود تأنيثا وتذكيرا من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود تأنيثا وتذكيرا أي إذا كان المعدود مذكر نعم مباشرة نضع معه عدد مؤنث وإذا كان المعدود مؤنث مباشرة نضع معه عدد مذكر نشاهد التمرين هنا أكتب العدد المناسب بالحروف مع مراعاة قاعدة التذكير والتأنيث مع المعدود نشاهد هنا في شارعنا فراغ سيارات في شارعنا فراغ سيارات كم لدينا هنا سيارة نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن لدينا هنا أربع ماذا نقول هل نقول أربعة سيارات أو أربع سيارات نعم في البداية نشوف سيارات هل هي مذكر أو مؤنث سيارات مؤنث احسنتم إذن من الذي يكون معها هل يكون معها عدد مؤنث أو يكون معها عدد مذكر نعم يكون معها عدد مذكر لأن من ثلاثة إلى عشرة خالف هنا لدينا رقم أربعة سنقول في شارعنا نعم أربع سيارات نعم أربع لماذا وضعنا مذكر هنا لأن العدد مؤنث لأن المعدود عفوا لأن المعدود مؤنث وضعنا معه عدد مذكر نعم أحسنتم يجلس الطالب أمام فراغ أجهزة حاسوب كم لدينا جهاز حاسوب هنا أمام الطالب واحد اثنين ثلاث إذن نقول يجلس الطالب أمام هل نقول ثلاثة أجهزة أو ثلاث أجهزة ها أجهزة لابد نعيدها للمفرد حتى نكتشف نعيد أجهزة لأن أجهزة هنا جمع لابد نعيدها للمفرد حتى نكتشف هل هو المعدود مذكر ومؤنث أجهزة ما المفرد منها المفرد منها جهاز أحسنتم مفرد أجهزة جهاز جهاز هل هو مذكر أو مؤنث نعم مذكر إذن العدد سيكون مؤنث نقول يجلس الطالب أمام نعم ثلاثة نعم مؤنث ثلاثة أجهزة أحسنتم ثلاثة أجهزة حاسوب لابد نعيد إذا كان جمع نعيده للمذكر حتى نكتشف هل هو مذكر أو مؤنث من جوائز المسابقة العائلية فراغ ثلاجات كهربائية من جوائز المسابقة العائلية فراغ ثلاجات كهربائية نشاهد كم ثلاجة لدينا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن هل نقول خمسة ثلاجات أو خمس ثلاجات ثلاجة نعم ثلاجة مؤنث إذن من جوائز المسابقة العائلية نعم خمس ثلاجات أحسنتم نضعه بصيغة المذكر العدد لأن المعدود مؤنث مخالفة خمس ثلاجات أحسنتم ركب الكهربائي فراغ مراوحة في سقف مسجدنا ركب الكهربائي فراغ مراوحة في سقف مسجدنا كم لدينا مروحة هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نعم ستة كيف نقول مراوح نعيدها للمفرد نعم مروحة إذن مروحة مذكرة ومؤنث نعم مؤنث إذن سيكون العدد معها مذكرة أحسنتم نقول ركب الكهربائي ستة مراوح نعم ركب الكهربائي ستة مراوح نجعل العدد هنا مذكر لأن المعدود مؤنث المعدود مؤنث أحسنتم نشاهد هنا استعملت في إنجاز مشروعي الفني فراغ مقصات كم لدينا مقص هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن نقول استعملت في إنجاز مشروعي الفني ماذا نقول هل نقول خمس مقصات أو خمسة مقصات مقصات أولا حتى نكتشف هل هي مذكر أو مؤنث نعيدها للمفرد لابد ترجع للمفرد هنا جمع مقصات نجعلها مفرد نقول مقص المقص المقص هل هو مذكر أو مؤنث مقص نعم مذكر إذن سيكون العدد مؤنث أحسنتم إذن خمسة مقصات خمسة مقصات أحسنتم أجيب عن الأسئلة التالية نشاهد السؤال الأول كم عينا تمتلك كم عينا تمتلك الإجابة نعم أحسنتم نقول عينا إثنتان عينا إثنتان عينا إثنتان مؤنث مع مؤنث مؤنث مع مؤنث عينا إثنتان كم أيام الأسبوع كم أيام الأسبوع أيام مذكر سيكون العدد معها مؤنث نعم نقول كم أيام من أسبوع سبعة أيام أحسنتم سبعة أيام سبعة هنا مؤنث والعدد مذكر مخالفة بينما هنا مطابقة مؤنث مع مؤنث واحد واثنان المطابقة هو من ثلاثة إلى عشر مخالفة فنقول سبعة أيام كم صديقا لديك كم صديقا لديك نعم الصديق مذكر أو مؤنث نعم مذكر إذن سيكون العدد معه مؤنث أحسنتم نقول مثلا خمسة أصدقاء خمسة أصدقاء كم ركعات صلاة العشاء كم ركعات صلاة العشاء ركعة مؤنث سيكون العدد معها مذكر إذن سنقول كم ركعات صلاة العشاء نعم أحسنتم أربع ركعات أحسنتم أربع ركعات العدد مذكر مع معدود مؤنث أحسنتم بارك الله فيكم أضعوا عددا مناسبا في كل مكان خال من العبارات التالية نشاهد هنا بقي من زمن الاختبار فراغ دقائق بقي من زمن الاختبار فراغ دقائق ماذا سنقول هنا ها نعم أحسنتم نقول بقي من زمن الاختبار مثلا عشر دقائق عشر دقائق لأن مفرد دقائق دقيقة وهي مؤنثة على طول مباشر إذا كان المعدود مؤنث يكون العدد معه مذكر عشر دقائق أحسنتم بارك الله فيكم في كل وجه عينان فراغ وحاجبان فراغ في كل وجه عينان نعم مؤنث سيكون العدد أيضا مؤنث نعم في كل وجه عينان إثنتان لأن عين هنا مؤنثة سنقول عينان إثنتان وحاجبان نعم حاجبان إثنان أحسنتم وحاجبان إثنان لأن حاجب مذكر مباشر يكون العدد معه مذكر نقول وحاجبان إثنان في كل وجه عينان إثنتان وحاجبان إثنان أحسنتم بارك الله فيكم للمسجد مؤذنة فراغ وفراغ أبواب ومنبر فراغ كيف نجيب هنا للمسجد مئذنة نعم مئذنة واحدة للمسجد مئذنة واحدة مؤنث مع مؤنث وفراغ أبواب كم باب نقول أربع مثلا هل نقول أربعة أو أربع أبواب نعم أربعة أبواب لأن الباب هنا مذكر أربعة أبواب ومنبر نعم ومنبر واحد مذكر مع مذكر أحسنتم بارك الله فيكم اشتريت من المكتبة فراغ كتب وفراغ مصاطر كيف نقول هنا اشتريت من المكتبة نعم أحسنتم خمسة كتب اشتريت من المكتبة خمسة كتب وفراغ مصاطر نعم أحسنتم وثلاث مصاطر لأن مصاطر هنا مفردها مصطرة وهي مؤنث وكتب مفردها كتاب وهو مذكر إذن خمسة كتب وثلاثة مصاطر أحسنتم بارك الله فيكم عدد آيات سورة التكاثر هل نقول ثماني آيات أو ثمانية آيات عدد آيات سورة التكاثر نعم أحسنتم ثماني آيات أحسنتم عدد آيات سورة التكاثر ثماني آيات أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد التقويم الختامي هنا أختار من المجموعة باء العدد المناسب لأكمل به الجمل في المجموعة ألف نشاهد المجموعة ألف هنا لدينا الجمل قرأت اليوم كتاب فراغ قرأت اليوم كتاب فراغ نشاهد المجموعة باء ما الذي فيها؟ ثماني أو واحد أو عشرة أو اثنتين هل نقول قرأت اليوم كتاب؟ نعم أحسنتم قرأت اليوم كتاب واحد قرأت اليوم كتاب واحد طيب اثنين للجهاز الجديد فراغ حلقات للجهاز الجديد فراغ حلقات ماذا نقول؟ للجهاز الجديد هل نقول عشرة حلقات أو ثماني حلقات؟ نعم أحسنتم للجهاز الجديد ثماني حلقات لأن حلقات مفردها حلقة والحلقة مؤنات أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد رقم ثلاثة هنا كرمت المديرة طالبتين ماذا نقول؟ تبقى لنا عشرة واثنتين كرمت المديرة طالبتين اثنتين أحسنتم كرمت المديرة طالبتين اثنتين ورقم أربعة سار إلى الميدان فراغ جنود سار إلى الميدان فراغ جنود ماذا نقول؟ نعم أحسنتم سار إلى الميدان عشرة جنود سار إلى الميدان عشرة جنود أحسنتم بارك الله فيهم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة العددان واحد واثنان يطابقان المعدود تأنيثا وتذكيرا العددان واحد واثنان يطابقان المعدود تأنيثا وتذكيرا أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود تأنيثا وتذكيرا إذن العددان واحد واثنان يطابقان المعدود تأنيثا وتذكيرا والأعداد من ثلاثة إلى عشرة فهي تخالف المعدود تأنيثا وتذكيرا وبهذا يكون درسنا لهذا اليوم انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر